اشتركوا في القناة ومنسيبهم شغلة خمس دقائق وهيك بتكون حاشتهم منشيل اللحمة على جنب ومنرجع بالمقلاية نفسها بص فاضة لأنه منكون فارمين بصلة قوامنا نروح فيها قبل مقلاية معروفة ومننزل على البصل بمعلقتين صوية ومنخليها لتتبقل شوي اخواتي وهلق بدنا زبدية وشوية خردال وشوية مايونيز ومعلقة عسل يا عسل حلوة حبايب هيك بكون البصلة حاشتا ما الدبلوه على الاخير خلوا معا شوية قرشة كمان منشيله على جنب ومنرجع بالمقلاية فاضة منشان نحمس الخبزات اللي عنا حبايب لهوني منكون خلصنا مرحلة التحضير وكل القصة ما اخدت ربع ساعة اخواتي وطريقة التطبيق كالتالي انا صورتهم بصندويشتين الصندويشة الاولى عادية ونعمة اما الصندويشة التانية فدبل ومدللة حبايب هادي الصندويشة اللي عم بعمله هلا هي الصندويشة الاولى فهي بتمفع على الولد الوسطاني يا اخ طيطو المعزب في الارض اما الصندويشة التانية فهادي معروفة لمن يا للكبير المدلال يا لصغير اخر العنقو وبتقول لها يا حجة ليش بتحبيهم اكتر مني بتقول لك انا كلكن متل بعض اخواتي وهذا الحكي ما من هلاها هذا الحكي منزو زمان وعصور ايام المدرسة من زمان عايامنا يعني ما كان فاشي اسمو لانش بوكس وهالشغلات هادي كانوا امهاتنا الله يخلينا ياهون يفزوا الصبح بكيس مونة صندويشة صندويشتين موزة تفاحة ليمونة وبونجوسة هذا هو اللانش بوكس كيس مونة فكان كيسي انا بتفتح سحاب الشنطة بتسقطه للكيس كتير عادي فورا يبينزل محله بتسكر الشنطة اما كيس اخوي الكبير بقى ما كان كيس مونة كان شوال خيش متل ما هو يوميا من السبعة لالسبعة ونص لحتى يدخل الكيس بقلب الشنطة شو هادا شو حطة بالكيس حتطيله المكرويب كيلتين لحمة مشوية فروج بروستيت متل ما هو فواكي مشكلة وملونة وانا لم عتر صندويشة زعتر بلا خيار اخواتي الله يسعد لي ياكو الرب لحب النبي ليكو عه المنظر وصلوا عالنبي أبايب بخصوص كياس المونة واللونش بوكس ما له الدرجة يعني بس هو فعليا فاهيك شي فتاقيله لأخوك الوسطاني لصاحبك الكبير لآخر العنقود قل له تعاد فراش هادا الحكي مصبوط ولا لا فالله يديمك يا حجة ويديم احبابكن اخواتي بايبوا بخصوص الوصفة أقل ما يقال عنها أنا طيبة صراحة وبكل أمانة أنا مبهرت فيها فبدي ياكو نتجربوها بنفس الطريقة أراح تعجبكن كتير وكتير ويلي مام تابعني يتابعني وحطولي لايكين وألف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو